حضرتك قادرة مني انه ده الطبيعي لدى المجتمع الدولي يعني هو دائما يكيل باكتر من مكيال مش بجع حتى مكيالين اكتر من مكيال على حسب الهوى واعتبارات المصلحة الخاصة بالدول صاحبة القرار او قادرة على صناعة قرير وصياد في ايه مصلحة اكبر من مصالح الدول الغربية مع منطقة الشرق الاوسط اغنى منطقة في العالم يعني احنا لو بصينا كده للمسلس او المربع ندفع ونحن صاغرين كويس فازاي ان احنا دلوقتي موقع السروة في العالم كله وزد عليها الان الغاز في شرق المتوسط فزد الغاز على البترول على الخليج الفريسي على الخليج العربي على المنطقة بالمندب على دخول قناة السويس بتمر اكتر من نص تجارة العالم نص صروة العالم بتمر من هذه المنطقة كيف ليست هناك مصالح مباشرة وبعدين ده النهاردة المانيا النهاردة بتوعلنها هتستثمر 500 مليار دولار يورو في المنطقة الشرق الاوسط يعني في ايه اكتر من كده مصالح مصالحها مش مهددة يعني هو في كل الاحوال استثماراته ماشية في كل الاحوال بيصحب بترول زي ما هو شايف بياخد حوق الجزة ما هو شايف بيصدر السلاح زي ما هو شايف احنا بمدفع واحنا ساكتين ما بمفتحش بقناب ولا كلمة وخلاص يعني لاني حصل لانا 45 سنة خليني يقول ان يتواجب ان يكون في ارادة عربية جماعية قوية عندما تتوفر هذا وتتزن وتستطيع انها تأخذ مواقف حقيقية حازمة واعية لمصالحها اعتقد ان احنا هنجد تغيير كبير جدا في الساحة العربية بصفة عامة في الساحة الاقليمية وعدم قدرة واقدام بعض القوى الاقليمية ان هي تبتزن بهذه السورة او تستهين بمقدرات العربية بهذه السورة هتجد ان السورة هتختلف حتى في العلاقات ما بين الدول العربية ذاتها لو الاتراك كانوا شايفين ان العرب عندهم اتفاق كامل فيما يختص بسوريا ما كانوش تجرأوا على احتلال اراضي سوريا وقتل الناس اللي فيها في عفرين على سبيل المثال للحصر الباب كانت من قبلها كمان يعني فييجي هنا السؤال حتى في البيانة الختامة البيانة الختامة لما ذكر ذكر ايران بالاسم على اللي بتعمله ومطالبة المجتمع الدولي بتجديد عقوبة ثم ذكر تركيا بالاسم على اللي بتعمله لكن لم يطالب احد بتجديد عقوبة ليه؟ ده معناه انه الارادات العربية غير متفقة على شكل مواجهة الاتراك؟ انا حضرتك اثرت الموضوع دهوت في المقدمة فتوقعت ان هتستمر في السياق ده انا ما خليني اقول لها حضرتك الساحة السورية ساحة معقدة اصبحت ساحة معقدة للغاية بينظر لها في نظرة مختلفة لكيف يتم التعامل معها من مناطق مختلفة من تواجهات عربية مختلفة لأسباب مختلفة السبب الرئيسي اللي حاصل احدث هذه الفرقة هو التواجد الايراني بالذات في سوريا والتواجد الايراني في سوريا اللي له ديول وايادي في اليمن وله ديول وايادي في لبنان فاصبحت هناك معضلة عربية في مواجهة التوغل الايراني مش هزا كلم عن تواجده في العراق لانه يمكن ربما بيه تفاهمات مختلفة انما على الاقل في هذه الدول وبعدين تشجيعه بقى لتحركات الارهابيين في مناطق اخرى وتهديد المصالح الحيوية لدول عربية دفع الارهاب وما الى ذاك انما هتكلم على ثلاث كل ده ادى لان الساحة السورية اصبحت ساحة فيها عدو لا نحبه بيؤثر لايفة فقط على ساحة تم روسيا موجودة في الساحة السورية والضربات لسوريا الاخيرة قبل ان يتم اثبات ان حصل استخدام للاسلحة الكيموية وان الصور اللي احنا شوفناه دي صور حقيقية للي حصل في دومة كل دي كانت رسائل برضو موجهة غربية امريكية بريطانية فرنسية موجهة لروسيا من ضمن من موجهة لروسيا خلي بالكم احنا مش هنسيبكم تتصرفوا براحتكم بريطانيا بتقول لروسيا انا موضوع استخدام الغازات ده انت استخدمته عندي في الراجل وما اشعار فين بزيته وقلنا مفيش لا احنا متابعينك بقى في سوريا وحنضربك هناك فرنسا بتقول والله لا ده انا قوية والداخلي اللي عندي ده ما فيوش انما ده مجرم دوليا ترامب بيقول والله خلي بالكم انا اللي بقوله بنفزه ويمكن بشوف اللوجستيات شوية مع الاعضاء التقم بتاعي انما اللي بقوله بنفزه خلي بالكم استخدام طب احنا ليه من فيه منظمة دولية مسؤولة عن موضوعات المرتبطة باستخدام الاسلحة هي تحقق وتظهر دليل فهي تحقق انما احنا حبوا ان هما يضربوا ضربتهم قبل ما يتم هذا التحقق علشان يبقى هما ارسلوا الرسائل اللي هما عايزينها لكل الاطراف المعنية وكمان الحاقا للمقدمة اللي عملتها اسرائيل بضرب القاعدة تيفور اللي هي فيها ايرانيين لان هي برضو شحز الهمة امتجاه في ضد ايران اسرائيل شغالة بحماس شديد فهي قدمت ده علشان تلحق بيها هذه الدربات